حلقة هتهم كل البنات وعلى فكرة اللي بنعمله النهاردة الخلطة للوش دي أو العناية بالوش مش بس للبنات أنا غلطانة فكرة الاهتمام ببشرتنا وسحتها لاتنحصر فقط على السيدات ليه يعني الراجل مش مهتم انه يكون مثلاً سنه كبير شوية بس بشرته لسه ناضرة يعني كلنا عندنا الاهتمام الطبيعي ده مش التجميل والمبلغة فيه الأهم أحلى من الميكوب البشرة الحلوة اللي لما تحط لها شوية ميكوب ببان حلوة أحلى من الإجراءات الكتير والرموش الكتير والحاجات اللي هي يعني أنا مثلاً هنا في التلفزيون منحط شوية رموش شوية ميكوب زيادة عشان التصوير والإضاءة في حياتنا اليومية تبقى حاجات أبسط كل ما بشرتي كانت بتتحسن كل ما كنت بقلل الميكوب وحس اني أنا مش هايزة حط ميكوب أصلاً وحسب جمال أكتر طبيعي تعالوا نحافظ على بشرتنا بحاجات بسيطة وطبيعية والنهاردة هنتكلم عن مكونات بسيطة جداً أهمها النهاردة عندنا لبان الدكر فرانكنسنس هتلاقوها منتجات أجنبية كتير مكتوب فرانكنسنس بس إحنا مشربتين أنه هو ده لبان الدكر لبان الدكر ده موجود عند العطارين وده على فكرة كنز من كنوز الطبيعة هو هنعمله حلقات تانية لفويده لما نشربه فويده بالاستنشاق فويده لما نعمله مراهم لجسمنا لبان الدكر مشهورة فيه جداً فرانكنسنس عمان يعني أكتر لبان بسموه اللبان الحجري أحسن أنواع اللبان فيه درجات ده من عند العطار حاجتنا بنجيبها من رجب العطار وحنستخدم اللبان النهاردة في كذا طريقة تعالوا نبتدي العناية بالبشرة بتبتدي ببشرة نضيفة أهم حاجة نظافة البشرة فاحنا حطين ميكب نحط ميكب عادي بس نشيله ومن نمشي فيه قفل مسام البشرة هو بداية كل المشاكل نحرص أنه كمان الميكب اللي منجيبه ما يبقاش رخيص ما يبقاش فيه كيمويات كتير ما يبقاش بايز كل ده بأثر على بشرتنا بشكل كبير فنحط ميكب باعتدال ونحافظ على البشرة أنه ننظفها بعد الميكب بتيجوا نعمل ميكب ريموفر طبيعي ميكب ريموفر النهاردة أو مزيل المكياج البسيط هيعتمد على حاجتين أول حاجة إحنا محتاجين حاجة دهنية شوية نعمة على البشرة هنستخدم زيت جوز الهند الطبيعي هناخد زيت جوز الهند في ناس كتير وأنا واحدة منكم لما بستخدم الزيوت عشان أنضف بشرتي بيحصل لي حبوب في أنواع بشرات مختلفة أنا أحط هنا كمية معلقة كبيرة كده من زيت جوز الهند وأحط مية وعاء يعني وعاء فيه الزيت ومية على النار عشان ما نعرضش الزيوت لحرارة مباشرة إحنا مجرد عشان بالشتة هو يعني ماسك كده بالصيف حتلاقه عادي سايح بس الحرارة دي مهمة ليه لينا كمان مش بس عشان قوامه عشان إحنا عايزين نديله انفيوجن ندخله مادة كنت بقول لكم أنه الزيوت ممكن وأنا بمسح وشي بالزيت حتى لو غسلته بيطلع لي حبوب بساعات يعني فيه بشارات بقوله برونتو أكني أويلي سكن بتتأثر لو بشرتنا دهنية فيه زيت اسمه هتكتب لكم عليه أين القلم القلم فيني يا شباب زيت شجرة الشاي تي تري أويل زيت شجرة الشاي بالإنجليزي تي تري أويل منتجات التي تري دي معروفة إنها للناس اللي عندها بشرة دهنية واستعداد للدهنية عندهم استعداد للتهابات وحب شباب أكتر ده إحنا جايبينه برضو من المحلات اللي بتبيع الزيوت الإسانشلز اللي هي الصغيرة دي وزيت الخروع والحاجات دي ده أساسي بس ده زيت قوي على البشرة يعني أنا زمان كنت أعتقد إنه لو عندي حباية قوم حط عليها زيت التي تري الصافدة هاد جدا هو قوام وأنا ممكن أوريه لكم بصوا هتنشيل ده لما تبقى ده إسانشل أويل ما ببقاش زيت قوي شايفين زي المية بتحسوه بصوا شايفين لو زيت كان عملي خط الإسانشل أويل تركيزه عالي فكنت أخد الزيت كده ده وأحطه على الحباية كم يحرقني ويلهبها أكتر لازم يكون مع الإسانشل أويل كارير أويل ما هي الإسانشل أويل اللي هي حاجات مش زيتية بطبعها روزماري منحول الأويل إنه منقطره بعدين منسحب منه الزيت الزعتر لبن الدكر بينما زيت الخروع ده كارير الزيت الكبير الحامل يعني اللي مش مركز زيت جوز الهند من الزيت الحاملة زيت الزيتون من الزيت الحاملة فإذا ما نحط إسانشل أويل قليل على كارير أويل الزيت الحاملة هي اللي بتبقى الأكتر زي ما احنا عاملين هنا دلوقتي عندنا كارير أويل اللي هو كميته تبقى كبيرة زيت زاتون زيت أفوغادو زيت جوز هند زيت بزرق كتان الحاجات اللي بطبيعتها زيوت معروفة بينما الإسانشل أويل النعناع الفرانكنسنس اللي هو لبن الدكر في حاجات كتير كلها بتعامل الإسانشل أويل الورد إسانشل أويل زيت الورد الحاجات اللي هي بياخدوها بتركيز عالي طيب هنعمل إيه؟ هناخد من التي تري ده أنا هاخد أطارة لأنه قوي هناخد القرنفل إسانشل أويل أي حاجة زيت القرنفل زيت النعناع أي حاجة هي مش زيت بنحولها لزيت هي إسانشل هاخد أحط منه هنا مثلا عشر نقط تمام؟ وأحطه مع الزيت عشان مع الحرارة يتشربوا كويس طيب ده دوره إيه؟ ده دوره بيقلل تعالوا نشوف زيت التيتري أو زيت شجرة الشاي فويده إيه؟ بنظم الإفرازات الدهنية للبشرة بيقلل حجم مسامل البشرة وده بيقلل الدخول الأتربة والأوساخ المسام بتقفل وكل ما المسام بتقفل اللي بيحطوا ميكاب عارفين بتبقى البشرة أحلى كل ما توسع المسام بيبقى البشرة مش حلوة إزالة البقعة الدكنة للبشرة بتقلل الهالات السودة تقليل من أعراض أمراض الجلد الالتهابية يعني بتقلل بالبشرة طب ما عندي نشتي تريقويا يا شف عارفين ده إيه؟ تعالوا بصوا معايا كده ده شاي أخضر شاي أخضر ورق الشاي الأخضر مطحون أي نوع شاي أخضر الشاي الأخضر لما بتشربوه بتحسوا أنه بنشف تحسوا صح شواء أوكي الشاي الأخضر ليه نفس تأثير تقريبا شجرة أوراق الشاي هو شاي ممكن لو ما عندناش شاي زيت الشاي اللي هي تيتري أويل هنحط معلقة من الشاي الأخضر مع زيت جوز الهند بحمام مائي على النار نسيبهم دقيقتين لتلاتة عشان الزيوت العطرية اللي بالشاي طبعا ده أقوى ده مجرد لو ضفناه على البارد لو الزيت سائل وعالبارد ده مركز أوكي بس عشان أنا أستخلص من الشاي الأخضر الفوايد اللي فيه اللي نحصف فيه هخليه على النار مع الزيت كم دقيقة بعدين هننقله اعتبروا أنتوا سيبتوه مثلاً خمس دقايق ومتقلقوش الزيت ما بيتبخرش أنا عندي هنا الزيت ما يعني المياه هتتبخر الزيت عمره مع الحرارة ما هيتبخر مش هيقل يعني كل ما تسيبوه كل ما هيتركز أكتر هنقوم واخدينه على الشاشة خلوني أجيب بس مصفة عشان إحنا عايزين نصفي أوراق الشاي إذن مزيل ميكب طبيعي في البيت بتخيلين كيس شاي أخضر كده تفكوه شوية زيت جوز الهند اللي عفكرة عملنا قبل كده في السوديو من لبن جوز الهند هتنشيل وعملنا مزيل ميكب طبيعي هتنحطه هنا عندي أمع صغنطوت أنا شفت الأمع يا شاو هنا أهو حط الأمع وحننقله في الإزازة وكمان الأحجام الصغيرة دي بشتريها بمحلات اللي هي بتبقى فيها حاجات السفر بتساعدني جدا أني أعب بيها في أزاي الصغيرة كده واخدها معايا وأنا مسافرة هنقوم قفلينه كده وده مزيل ميكب طبيعي 100% بيغزي البشرة أنا عايز أقول لكم عن زيت جوز الهند بيرطب البشرة بيحتوي على مضادات أكسادة مسؤولة عن حماية البشرة وتحسين مظهرها وهو حاجة آمنة جدا لبشرتنا معا التيتري اللي بيقلل تكوين الدهون وبيقفل المسام كده عملنا الزيت بكل بساطة خلونا نجرب عندي مثلا هنا هحط على إيدي عشان بس نشوف أي ميكب وبعدين ناخد الزيت مع قطنة وحنمسح في ثانية ومتحسوش بأي حاجة كيموية لها تأثير على بشرتكم طبعا بعد ما نعمل الزيت لازم على طول نغسل بشرتنا هنعمل غصول ده الزيت هنحط هنا زيت المزيل ونحطهم دلوقتي نكتب عليهم هنغسل بشرتنا اتفقنا إنه إحنا لما نعمل الزيب منستخدم حاجة اسمها كاستل سوب الصبون القشتلي صح يعني بحاول أفتكر اسمه ده بيتباع في محلات اللي بيبيعوا تجهيزات الصبون والحاجات دي هنستخدم لبانة دكر هنستخدم العسل هنستخدم فيتامين اي وحنستخدم ماء الورد مكونات أعتقد بسيطة والفيتامين اي دي كابسولة بجيبها من الصيدلية هادي الفيتامين اللي بناخده إذا هو فود جريد يعني يؤكل ما يؤكل نستطيع استخدامه على البشرة كل ما يؤكل بيتحط على البشرة ليس كل ما يضع يوضع على البشرة يؤكل فمدام يؤكل نقدر نحطه على بشرتنا بعد الفاصل نعمل مع بعض نظفنا الميكوب أحلى غسول لنظرة الوش ستنونا